فبعد أن كان اليهود مضروبا عليهم الذلة والمسكنة وليس لهم بلد أصبح اليوم يديرون كل بلدان العالم بجمعياتهم الماسونية السرية ويتحكمون في مقدرات الشعوب وقياداتها وجيوشها ويستعملونها مطية لتوطئة بلد ودولة لهم تحت شعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض في أطهر بقاع الأرض وفي أقدس الأقداس وأولى القبلتين وأعظم من ذلك أنهم استطاعوا أن يسوق الدول العظمى كامريكا وبريطانيا وغيرها لتمكينهم من الأرض وحمايتهم وخدمتهم وتقديم الولاءات لهم ودس المكائد لكل من يعارضهم حتى لهث الكثير لإرضائهم وخطب الرويبضات ودهم وانتفض الجبناء خوفا منهم وميعت القضية الفلسطينية وتدرج زعماء العرب في التنازل عنها فبعد أن كانوا يرسلون جيوشهم إلى فلسطين لمقاتلة اليهود وإخراجهم منها تنازلوا عن تلك المرحلة القتالية إلى إدانة الاعتداء الإسرائيلي وإلى الشجب والاستنكار والسماح للخروج للمظاهرات وجمع شيء من التبرعات واختزلوا القضية على أهل فلسطين وحدهم فيا لله العجب ثم تنازلوا قليلا إلى السكوت والصمت ثم راحوا يدينون ويستنكرون على من يتكلم عن القضية الفلسطينية من غير الفلسطينيين ثم ما برحوا أن اتهموا حركات المقاومة الفلسطينية بالإرهاب ثم نادوا بالتعايش السلمي مع الكيان الصهيوني والتطبيع معه وتبادل السفراء وفتح المكاتب في العواصم العربية هذه التدرجات كلها ضمن التنازلات والتهرب والتخوف من المواجهة وهاهم اليوم يدعون بعض زعماء العرب لزيارتهم مكافأة لما قدموه من عمالتهم وهذا ليس بغريب في كواليس السياسيين ولكن الأغرب من ذلك أن يدعى علماء الأمة لزيارتهم مكافأة لفتاويهم التضليلية فهذا الأمر الفاضح المشين الواضح ففي تغريدة على التويتر لوزير الاتصالات الإسرائيلية بارك فيها للمفت العام ورئيس هيئة العلماء السعودية عبد العزيز آل الشيخ بارك له فتواه ضد الحرب وضد قتل اليهود وأن حماس منظمة إرهابية تضر الفلسطينيين وأن كل مظاهرات الأقصى دعاية رخيصة ودعاه لزيارتها الأبيب يا فضيحتاه ويا خزياه ويا حيفاه لأجل ذلك أعلن رئيس أمريكا اليوم أن القدس عاصمة لإسرائيل عندما علم أن كبار الأمة قد وصلوا إلى هذا الانحطاب لقد طال ليل الإفساد الثاني فإلى متى سيطول هذا الليل إني أرى فجر الأنصار قد بزغ وشمل عباد الرحمن أولي البأس الشديد قد اجتمع لكن المصيبة والداهية التي هي أكبر مما مضى أن تتخذ القضية الفلسطينية ورقة مقامرة ومزاد سمسرة يساوم بها بعض الزعماء أو أبناء الزعماء من أجل مكاسب سياسية أو خلافات داخل شعوبهم أو خارجها هذا ما يندى له الجبين وتتفطر له الأكباد ويجوب له القلب كمدا فعندما نرى محمد بن سلمان يسارع لعرض القضية الفلسطينية على طبق من ذهب لطرامب لترضى عنه أمريكا وإسرائيل من أجل مكاسب سياسية ضمن خلافات أسرية داخلية على الملك بينه وبين إخوانه وأبناء عمومته ولم تطاوعه قطر على ذلك فلفق لها التهم الباطلة وأعلن الحصار الجائر على الشعب القطري مما شجع طرامب على إعلان القدس عاصمة لليهود خاصة وأنه وجد من يعرض له البيع ببلاش دون مقابل بل ويزيده على صفقة القرن أن يعطيه نصف تلريون دولار من أموال المسلمين هل علمت يا ابن سلمان أنهم يريدونها من النيل إلى الفرات ومن الأقصى إلى يثرب إلى يثرب يا ابن سلمان إلى مدينة رسول الله يا ابن سلمان الدور غدا عليك وأكلت يوم أكل الثور الأبيض بيعها فأنت لما سواها أبيع لك عارها ولها المقام الأرفع لك وصمة التاريخ أنت لمثلها أهل ومثلك في المذلة يرتع شبح مضى والناس بين مكذب ومصدق ويد الكرامة تقطع ضيعت جهد المخلصين كأنهم لم يبذلوا جهدا ولم يتبرعوا والله ما أحسن تظني في الذي تدعو ولا مثلي بمثلك يخدع وقرأت في عينيك قصة غادر أمسى على درب الهوى يتسكعوا وعلمت أنك ابن إسرائيل لم تفطم وأنك من هواها ترضع لكن بعض القوم قد خدعوا بما نمقته فتأثروا وتسرعوا ظنوك منقذهم ولو علموا بما تخفي وأنك في الرئاسة تطمع لرماك بالأحجار طفل شامخ ما زال يحفظ ما أضعت ويمنع يا بائع الأوطان بيعك خاسر بيع السفيه لمثله لا يشرع هذه فلسطين العزيزة فخرنا والقدس عاصمة لنا تتمنع هذه فلسطين العزيزة لم تزل في قلب كل مسلم تتربع هي أرض كل موحد لا بيع من باع يتم ولا الدعاوى تسمع سيجيء يوم حافل برجالنا والجيل جيل صادق لا يخدع قد طال ليل الكفر لكني أرى من خلفه شمس العقيدة تصطع إيه لقد تعمقت كثيرا يا ابن سلمان في غيك وضلالك وغبرت الآفاق وجللت السبع الطباق واستأست وانتهر أسد علي وفي الحروب نعامة فاتخاء تنفر من صفير الصافري لقد بعت القدس بثمن بخص ملك زائل نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة ظني لو أنك وجهت تلك الطائرات والأسلحة والدبابات والجيوش والأموال والقصف الذي قصفت به بلاد اليمن مدة ثلاث سنوات فأهلكت الحرث والنسل وجلبت الدمار وكم قتلت من الأطفال والنساء وشردت من الأسر ممن لا ناقة لهم في هذه الحرب ولا جمل لو جعلت قصفك هذا في تل أبيب لتحرير فلسطين أظنك كنت نلت مرتبة شرف الأمة وقائدها المحرر والأسد المغوار ولكن هيهات هيهات لمن أعمى الله بصيرته أن ينكشف الغان عن قلبه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وسؤال آخر حول سعودية من سعودياتك أو سلولية من سلولياتك هل كان قصفك لليمن وتجييش الجيوش وجمع التحالف من أجل تطهير اليمن من الطائفية والمد الفارسي كما تزعم أم هو بحاولة لقتل وتوقيف ما أخبرت به النبوآت السماوية واستباقا لوأدي وشل النصرة اليمنية عباد الله أولي البأس الشديد الذين يحررون الأقصى من اليهود هل تريد وعدهم عند الولادة على سنة فرعون من موسى قبل أن تجيب اعلم أن القرآن بعموم لفظه لا بخصوص سببه لذلك اعتبر بعموم لفظ قول الله تعالى عن فرعون وجنوده ومن هم على شاكلته من بعده ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون إن بين وعد بلفور ووعد طرام قرن من الزمان إنه قرن الشيطان وهل القرن إلا مئة سنة وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها رواه أبو داود وقد زبت وصحى إلى الإمام أحمد بن حنبل يقول يروى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يمن على أهل دينه في رأس كل مئة سنة برجل من أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم وقال السبكي في الطبقات وهذا ثابت عن الإمام أحمد فنحن اليوم ننتظر على رأس القرن زوال الإفساد الثاني لبني إسرائيل على يد رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه رجال أولو بأس شديد من قال الله فيهم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ومعنى ذلك فإذا جاء وعد الآخرة من إفسادكم الثاني سنبعث عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد مثل العباد الذين بعثناهم عليكم في المرة الأولى وسوف يدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة وسيسيئون وجوهكم والإساءة تكون بالخزي في الدنيا نقل الطبراني في تفسيره وابن كذير والقرطبي عند قوله تعالى لهم في الدنيا خزي قال السدي فإنهم إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم فذلك الخزي ولقد جاء في كتب اليهود السابقة ذكر تملكهم لفلسطين وأن هلاكهم على يد المهدي المنتظر عند إفسادهم وعلوهم الأخير جاء في سفر التثنية الإصحاح الرابع والخطاب لليهود إذا كثرت ذريتكم وعمرتم الأرض وعلوتم العلو الأخير وتعاظمت خطاياكم وحاولتم إغاضة الرب فإني أشهد عليكم هذه السماء وأشهد عليكم هذه الأرض التي تعبرون إليها إلى نهر الأردن يقصد فلسطين لعلكم تملكونها إنكم لن تعيشوا طويلا بل سوف تهلكون وبيد الفتى المنتظر يقول خالد الراشد فك الله أسره من سجون آل سعود سبحان الله وبنفس النعت الفتى المنتظر وأقول ونحن نسميه المهدي المنتظر ثم تأمل في قوله وعلوتم العلو الأخير قال سبحانه في القرآن ولتعلن علوا كبيرا ثم قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وأما البشارة التوراتية إنكم لن تعيشوا طويلا أي أن إسرائيل ستنتهي قريبا إن زوال الإفساد الثاني لبني إسرائيل قريبا سيكون على يد المجدد القادم الإمام المهدي عليه السلام الذي سيهلكهم عند نهر الأردن وما أشبه هذا النص بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن أنتم شرقيه وهم غربيه رواه الطبراني والبزار ترجمة نانسي قنقر